موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين ورحمة وبركاته وآلا بكم في حلقة جديدة من أضواء على الأحداث أبداؤها من الجزائر حيث أفاد بيان لرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أحال الفريق محمد مديا للتقاعد بعد 25 عاما شغل فيها هذا المنصب وتأتي إقالة مديا بعد أيام من أعفاء عدد من قيادات الأمن في إجراءات للحد من تدخل رجال المخابرات بالسياسة حسب مراقبين ويعرف عن مديا الملقب بجنرال توفيق دوره المهم في صنع القرار السياسي في الجزائر وقال محللون أن مديا يلعب منذ وقت طويل دور صانع الزعماء السياسيين والرؤساء من وراء الكواليس كما أنه لم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى أن الجزائريين لا يعرفون شكله وأكدت مصادر مطلعة أن جهاز المخابرات سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع فيما يعتقد مراقبون أن التغييرات الجديدة هي بداية مرحلة وليست النهاية وأن البلاد قد تدخل في صراعات أجنحة في الفترة المقبلة خاصة أن المدير الجديد المخابرات كان متقاعدا وسبق أن عمل نائبا لجنرال توفيق في التسعينات ومكلفا بملف الإرهاب وعرف عنه الشدة وقد وجهت له العديد من الانتقادات بشأن انتهاكات مشاهدين أول المزيد ورحب ضيفي هنا في السيديو سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق ورحب بك سيد محمد إذن تغيير أو إقالة رئيس المخابرات بعد 25 عاما هل هو تغيير طبيعي نتيجة التقدم في العمر أم هناك خلف الكواليس شيء ما مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام في واقع الأمر لا ليس طبيعي يليت كان طبيعي إنما هو نتاج صراع شديد على السلطة بين الأجلحة المتشاكسة في السلطة الجزائرية أدى في نهاية المطاف إلى سقوط كما وصفته عن حقص صانع الرؤساء بل مختزل دولة في جهاز المخابرات جهاز المخابرات كان دولة حقيقة داخل الدولة وكان يرعب الموظفين المدنيين مثل الموظفين العسكريين وذكر اسمه فقط ذكر اسم الـ DRS كما يعرف في الجزائر جهاز المخابرات أو ذكر اسم التوفيق أو أحد كبار جنيرالات وكان يرعب أي مسؤول وربما يأتي حتى بأمراض القلق الصراع نتج عن صراع بين كبار الجنيرالات هذا هو المهم وهو قيادة الأركان من جهة بقيادة القايد صالح فريق قايد صالح وقيادة المخابرات بقيادة التوفيق مشهور باسم التوفيق جنيرال محمد مدين الرئاسة هي جزء من الصراعية مع قيادة الأركان ولكنها أكثر إذا قلت رمزية وبوجود الرئيس الشرعية إذا شئنا أن أبو تفليقة هو الرئيس أمام الداخل والخارج وبالتالي ساهم ودعم قيادة الأركان لكي يتخلص كلاهما الرئاسة وقيدة الأركان من صنع الرئاسة هذا توفيق فوقع الأمر أنه كان ممن أطاحه بالشادل بن جديد سنة 98 في انقلاب 11 يناير الشهير الذي ألغى الانتخابات والغى الدستور والدخل الجزائر في أتون الحرب القادرة كان من الذين جاءوا ببوظياف ثم قتلوه كان من الذين جاءوا بعليكافي ثم أزحوه كان من الذين جاءوا بالجناير الزروار رئيسا للدولة ورئيس الجمهورية ثم اضطر أن يستقيل تحت ضغوطهم الشديدة ثم كان من الذين جاءوا ببو تفليقة سنة 99 أي أنه هو الثابت والرؤساء كانوا هم المتحولين يعني هو الذي جاء كما تقول بالرئيس بو تفليقة ودعمه في الانتخابات الثاني عام 2004 أيضا ولكن فجأة بدأت الخلافات تدب بين الرجلين لماذا برأيك هل انقلب الرئيس بو تفليقة على صانعه بين قوسين إذا صح التعبير نعم كما أشهرت في انتخابات 2004 أدى تحالف المخابرات مع الرئيس بو تفليقة إلى إسقاط قائد الأركان آنذاك محمد العماري وكان رجل الأقوى في البلاد يومها لكن تحالف المخابرات والرئاسة أدى له عندما شوف الجزائر دائما تقريبا محكومة بثلاثية تتمثل في الرئاسة قيادة الأركان وقيادة المخابرات عندما يكون الرئيس قوي فإنه يضع المخابرات وقيادة الأركان تحت سلطته وتحت حكمه كان هذا في عهد بومدين وإلى حد ما في عهد الشادلي ولكن عندما ضعوا في الشادلي قامت المخابرات وتحالفت مع الأركان فأسقطت الرئيس وكذلك فعلوا مع الجنيرو الزروال قامت المخابرات وتحالفت مع قائد الأركان آنذاك فأسقطوا الرئيس الزروال هكذا دائما هذه الثلاثية في من يسيطر على الآخر واليوم نشهد أن تحالف الأركان مع الرئاسة أسقطت قائد المخابرات الصراع الذي وقع على مجموعة أشياء بدأ في 2010 وأمضي فيه اختصارا لأنه في الحقيقة لديه حلقات طويلة لكن في 2010 تم اغتيال رئيس البوليس أو قبلها حقا بثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع ظهرت فضايح سونتراك سونتراك الأولى بملايير دولارات التي نهبت من شركة البترول الأولى في الجزائر الشركة الأولى في الجزائر والتي تأتي بمداخل جزائر 98 إلى 99% من هذه الشركة سونتراك المداخل الخارجية فكانت هناك فضايح وبدأت ملفات بعدها بثلاث أسابيع بعد بداية هذه الفضايح وهذه الملفات لأن الوزير الذي تهم آنذاك كان مقرب جدا من الرئيس حدثت عملية اغتيال لرئيس البوليس ورئيس البوليس كان عقيد سابق في المخابرات وكان مقرب جدا من قائد المخابرات كان هناك غضب شديد داخل أجهزة المخابرات لاعتقادهم أن الذي دبر هذا هو وزير داخلية زرهوني وبالفعل تتم الإطاحة بوزير داخلية زرهوني المقرب من الرئيس وتتم الإطاحة بوزير البترول وتتم الإطاحة بتقريبا شخصيات الأساسية التي كانت تابعة لبوتفليقة ثم وكانه كان انتصال للمخابرات آنذاك مرة أخرى تجدد ملفات الفساد وتنتشر في ابتداء من 2013 ملفات هائلة وصلت إلى حد اتهام الرئيس والشقيق بملفات فساد على أساس أنهم في النهاية ظهروا كأنهم لصان في البلاد ينهبان الجزائر أدى هذا إلى ما حدث آنذاك للصدمة الدماغية لبوتفليقة ودخوله للمستشفى عسكري فرنسي وبقي فيه تقريبا ثلاث أشهر في ذلك الوقت في واقع الأمر طلب دعم فرنسي أمريكي وأيضا دعم كبار جنالات الجيش وهو قايد صالح ومنذ عودته في جويلية 2013 من مشفاه الباريزي بدأ في قسقصة أجنحة المخابرات وكان أهم ضربات كانت في سبتمبر 2013 أسقط كبار المساعدين للتوفيق بما فيهم الجنرال ترطاق الذي سيخلفه فيما بعد نعم يعني هو الرئيس بوتفليقة اختار خلفا لجنرال توفيق اللواء عثمان ترطاق والشهير باسم الجنرال بشير وهو متهم بانتهاكات وما إلى ذلك في الجزائر ومتقاعد أيضا لماذا أتى برجو المتقاعد إلى المخابرات في الواقع عندما أسقط كبار مساعدين توفيق كبار جنرالات في سبتمبر 2013 كان من بينهم الجنرال بشير ترطاق اللي كان يرأس أنا ذاك الأمن الداخلي أي كان تقريبا الشخص الثاني داخل المخابرات أسقط أيضا رئيس المخابرات العسكرية رئيس المخابرات الخارجية اللي هما كلهم تحت نفوذ الجنرال التوفيق أدى هذا شعور لديهم لهؤلاء وكان توفيق لم يدافع عنهم أو يدعمهم من بين هؤلاء ترطاق المتهم بجرائم ضد الإنسانية بجرائم حرب ترطاق هذا يوصف في الجزائر بالوحش بالجزار لأنه أقدم على مجازر أقدم على قتل لضباط كانوا متهمين بأن لديهم ربما شعور إسلامي في بداية الانقلاب تعذيب بشكل رهيب في مركز بن عكنون الشهير وكان يرأس مركز يسمى اختصارا بالفرنسية أو المركز الرئيسي للاستنطاقات أو التحريات العسكرية في تلك الفترة أقدم على هذه المجاز إلى درجة أن أبو تفليقة عندما أراد أن يظهر للعالم أن الجزائر تغيرت قام بطرده في 2001 لكن لما ظهرت الثورات العربية في 2011 عاد جاء به ليرأس الأمن الداخلي في ديسمبر 2011 سقوطه في سبتمبر 2013 شعر بالمرارة هرب إلى فرنسا قضى هناك حوالي عشرة أشهر ثم استرجعوا قيادة الأركان استرجعته مع الرئاسة بدعم فرنسي وبتوصية فرنسية على أن الرجل الآن في أيديكم يستطيع أن يساعدكم في تفكيك جهاز المخابرات الذي كان أحد كبار مؤسسيه أو أعمدته وبالفعل دخل مع قيادة الأركان ومع الرئاسة في عملية تفتيت المخابرات حتى سقوط التوفيق أمس وقبل سقوط التوفيق كان هناك إسقاط لمجموعة من الجنرالات بما فيهم رئيس الحرس الرئاسي بما فيهم رئيس الأمن الرئاسي بما فيهم رئيس الدرك الوطني كل هؤلاء سقطوا في هذه الثلاث أسابيع الأخيرة الحقيقة أنا لدي سؤال منذ زمن طويل وأعتقد المشاهدين الكرام أيضا يتساءلون حول الأسماء المستعارة للضباط والجنرالات في الجزائر نلحظ دائما مثل محمد مديان الجنرال توفيق عثمان طرطاق الجنرال بشير والكثير أو معظم الضباط والجنرالات في الجزائر لديهم هذه الأسماء المستعارة لماذا؟ ما هي الخلفية؟ الخلفية هي وكأنه شوف الله لا يرى أحد هؤلاء يتصرفون وكأنهم آلهة ولذلك يختفون مثلا الصور التي خرجت لتوفيق هي صورتين فقط قبل أمس طبعا الآن بدأت تنتشر صور وتنتشر فيديوهات وتنتشر بدعم من حيث الأركان كان دائما لديه تلك الهالة التي يصنعها لنفسه بحيث لا يرى أحد لا وإنما هو أسطورة هو اسم مرعب مقلق إلى درجة بعض الناس يتعبدونه إلى درجة بعض الناس يشعرون وكأن هذا شخص يجب هذا هالة أنا قرأت أمس واليوم إلى بعض الناس يشعرون وكأن الحياة انتهت في الجزائر برحيل الجنيرال التوفيق عبودية هكذا تصنع الصورة الأسطورية اليوم مثلا فيها ليس هناك أيضا صور لترطاق نشرت صور في الفيسبوك ليست صحيحة قلنا لترطاق ونشرت جريدة قالت أنها حصلت على صورة ونشرتها اليوم وليست صحيحة أيضا ليست صحيحة لا ليس لديه على الأقل فيما أعرف هناك صورة لبشير ترطاق هذا التخفي وبالأسماء المستعارة يعطي تلك الرحبة وتلك التخويف وتلك الأسطورة التي تصبح الناس إلى درجة أحيانا لا تصدق أنها موجودة أو تصدق إذا صدقت تعتبر أنها تملك الحياة والموت وتملك كل شيء وذلك من مواصفات الألوهية التي يريدون أن يصل له لا تنسى أن هذا التوفيق بالذات وصف نفسه يوما بأنه رب تزاير أي رب الجزائر يعني الحقيقة ربما تنفرد الجزائر بهذه الصفة بالأسماء المستعارة للجنرالات على كل حال يعني هذا التغيير وهذا الانقلاب على الجنرال توفيق إلى أين يسير بالجزائر برأيك هل اليوم أصبح جهاز المخابرات بالفعل تحت سيطرة الرئاسة؟ لا أبدا أبدا هي الرئاسة تحت سيطرة قيادة الأركان النظام في الجزائر ذو طبيعة عسكرية روحيا عسكريا طبيعة عسكرية خلفية عسكرية تفكير عسكري هم من وراء الستار هم يحكمون من وراء الستار في 62 انقلب وزير الدفاع على الحكومة المؤقتة في 65 انقلب وزير الدفاع على الرئيس آنذاك أحمد بن بلى في 79 جيئة لما توفى بومديان جيئة بالشادلي بن جديد كان العقيد آنذاك في 92 انقلب وزير الدفاع على الرئيس الشادلي بن جديد وهكذا هم السلطة لكن من حل آخر يضطرون إلى الظهور في الصورة عندما يقومون بالانقلاب ثم يرجعون مرة أخرى على عكس عسكر مصر بالمناسبة الحقيقة في هذه عسكر الجزائر أكثر دهاء فهم يرجعون من وراء لا يتحمل المسؤولية دارة الدولة تتحملها وجوه مدنية في الحكومة في الرئاسة سميهم ماشيت ولكن الحاكم الفعلي الحاكم الحقيقي هي تلك الكمشة من الجنرالات التي تدير البلاد والتي أطلق عليها بالمناسبة محمد بوظياف رحمه الله قبل أن يقتلوه لديسيدور المقررون أو أصحاب القرار هؤلاء هم الذين يقرروا في الملفات الكبرى ويتركون الملفات البسيطة للمدنيين من الرئيس حتى الوالي حتى السفير حتى كده نعم أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي جزائري سابق على هذه التوضيحات والعهدية